كشف آخر تقرير للبنك الدولي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بأربع فاصل واحد بالمئة مدعوما بنمو قطاع المحروقات كما نمى الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع الصناعات الاستخراجية بثلاثة فاصل سبعة بالمئة بسبب ما وصفه تقرير الهيئة المالية العالمية بتسارع نمو الاستثمار والانتعاش المنحوظ في الاستثمار العمومي تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى تراجع معدل التضخم ليصل إلى خمسة بالمئة على أساس السنوي خلال الربع الأول من الفين واربعة وعشرين بعد أن بلغ تسعة فاصل ثلاثة بالمئة في الفين وثلاثة وعشرين